خالد نجل العالم الأسيرة الدكتور عمر عبد الرحمن دعت أسرة الشيخ الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن جميع القوة الإسلامية والسياسية والوطنية للمشاركة على هذا الإفطار على إفطار مائدة الدكتور عمر عبد الرحمن ولبأ الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى هذه المشاركة وهذا يدل على أن كل الشعب المصري بكل أطيافه وكل توجهاته ينادي بسرعة الإفراج عن هذا العالم الأسير المصري الدكتور عمر عبد الرحمن لأن الشيخ عمر عبد الرحمن هو أول من ثار عن نظام حسن مبارك فكيف ينعم الشعب المصري بهذه الثورة المجيدة والشيخ عمر عبد الرحمن هو الذي ثار على نظام مبارك يقبع خلف القطبان فهذا الإفطار ينم عن أن كل الشعب المصري ينادي بسرعة الإفراج ويناشد المجلس العسكري بالإفراج عن هذا العالم المصري الدكتور عبد الرحمن ومما يعني لا شك فيه أن نحن نخشى لقدر الله وفاة الدكتور عبد الرحمن في السمينة الأمريكية مما سيدر بالمصالح الأمريكية في العالم ككل ولذا إذا ما حدث العكس وأن أفراجت أمريكا عن الدكتور عبد الرحمن فهذا سيسجل لها التاريخ هذه النقطة التي تم فيها الإفراج عبد الرحمن وإلا سيؤدي ذلك إلى عواقب لا تحمد أو إلى أمور لا يحمد عقبها وهذا ما لا نتمناه من الإدارة الأمريكية كلمة توجهة لكل المصريين لتضمهم مع مصري يعني نناشد الشعب المصري بكل أطيافه وكل توجهاته أن ينضم إلينا في هذا الاعتصام السلمي المفتوح حتى يتم الإفراج عن الشيخ عبد الرحمن لأن الشيخ عبد الرحمن هو أول من فضح نظام حسن مبارك هو أول من ثار على الظلم وأول من وقف ضد نظام حسن مبارك هذا النظام المستبد فيجب اليوم أن ينضم كل الشعب المصري بكل أطيافه إلى أسرة الدكتور عبد الرحمن حتى يعود إلى أهله ووطني وتلاميذه ومحبيه بإذن الله تعالى وشكرا